موسيقى الجهاز العصبي اللايرادي بيتحكم في انكباضات القناة الهضمية الانكباضات دي دورها انها بتحرك الطعام من خلال المريء وتنهيله للمعدة وهي برضو اللي بتحركها داخل الامعاء الضاقيقة والامعاء الغريزة القناة الهضمية او ما تسمى اليمينتري كينال هي قناة واحدة في جسم الانسان بتبدأ من تجويف الفم وتشمل كل من المريء والمعدة والامعاء وبتنتهي عند فتحة الشرق جدار القناة الهضمية بيتكون من طبقات عضلية من نوع العضلات المنساء غير الاراضية في حركتها العضلات دي بتنقبض وتنبسط وبالتالي بتعمل حركة اسمها بريستاليسيز يعني الحركة الدودية والحركة دي بتكون واستمر على طول القناة الهضمية علشان تنقل الطعام خلالها موجة واحدة بس من الحركة الدودية بتكفي لنقل الطعام من المريء الى المعدة إنما في الامعاء الحركة الدودية بتكون أضعف شوية ولكنها بتبقى ممتزمة أكتر بحيث إن لما جزء في الامعاء بينقبض الجزء اللي قبله بينبسط وده بيحصل في تناغم وتناسك لا إراضي وهي دي الحركة الدودية هضم الطعام بيبدأ في تجويف الفم اللي بيحتوي على ثلاث أزواج من الغدد اللعبية والأسنان واللسان الغدد اللعبية بتفرز اللعاب وده بيحتوي على المخاط اللي بيلاين الطعام ويساهل إنزلاكو داخل القناة الهضمية وكمان اللعاب بيحتوي على إنزيم الاميلز أو ما يسمى إنزيم التيالين وده إنزيم بيحلل النشا ويحولها لسكر سناي وهو سكر الملتوز أو ما يسمى سكر الشعير بعد كده الطعام بينتقل إلى البلعوم اللي بيكون موجود في مؤخرة الفم البلعوم بيحتوي في نهايته على فتحتين الفتحة اللي قدام اسمها الكصب الهوائية ودي جزء من الجهاز التنفسي والفتحة اللي وراها هي فتحة المريء اللي بينتقل داخلها الطعام في البلعوم بتحصل عملية بلع الطعام بحيث إن الطعام علشان يندفع لداخل المريء بينزل لسان المزمار لأسفن وبترتفع كمة القصب الهوائية علشان يمنع دخول الطعام إلى مجرى التنفس في القصب الهوائية بعد كده بيمر الطعام داخل المريء إن طوله حوالي 25 سنطي بفعل الحركة الدودية على طول المريء وبيدخل للمعدة وبيمنع رجوعه تاني للمريء عضلة لا إرادية بتتحكم في فتحة الفؤاد اللي موجودة ما بين المعدة والمرية في المعدة بيتم هضم المؤتنات لأن المعدة بتفرز العصير المعدة الخاص بيها واللي بيحتوي على مية بنسبة 90% وحمد الهيدروكلوريك واللي اختصاره HCL وكمان بيحتوي على إنزيم البيبسينوجين وده إنزيم غير نشط بيتحول لإنزيم نشط بعد كده اللي هو البيبسين أول ما ينزل في تجويف المعدة بفعل حمد الهيدروكلوريك وإنزيم البيبسين بيضم البروتين ويحولها لسلاسل عديد الببطايت علشان كده بيكون موجود في جدار المعدة بشكل غير نشط علشان ما يضمش محتويتها ولما بيتحول لصورة نشطة في تجويفها المعدة بتحمي نفسها منه لأنها بتفرز مخاط كسيف بيمنع وصول إنزيم البيبسين لقدرها بعد كده بينتقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء بالتحديد أول جزء فيها وهو الاثنى عشر وبيمنع رجوع الطعام تاني إلى المعدة بسبب وجود عضلها صرة لا إرادية بتتحكم في فتحة البواب اللي بتفصل ما بين المعدة والأمعاء أول ما الطعام يوصل للأسنى عشر الكبد بيفرز العصارة الصفروية واللي بيخزنها في المرارة والعصار الصفروية بتحول الدهون لمستحلب دهني بعد كده البنكرياس كمان بيفرز عصارته في الأسنى عشر وعصارة البنكرياس بتحتوي على كل من بيكربلات سوديوم وإنزيم أميليز برضو بس اسمه أميليز بنكرياسي وبيحول النشا لسكر ملتوز وثالث حاجة في عصارة البنكرياس وهو إنزيم التريبسينوجين وده برضو إنزيم غير نشط علشان نفس فكرة المعدة التريبسينوجين بيكون غير نشط وبيتحول لتريبسين نشط بيقدم البروتين وبيحولها لسلاسل عديد بيبطايد واللي بيحول التريبسينوجين إلى تريبسين هو إنزيم يسمه وإنتيرو كاينيز بيتفرز من الأمعاء الدقيقة نفسها وآخر حاجة في عصارة البنكرياس هو إنزيم اللايبيس اللي بيحول للمستحلب الدوني إلى أحماض دونية وجليسرين علشان يتم امتصاصها بعد كده في الخملات فاضل كده آخر عصارة وهي عصارة الأمعاء الدقيقة نفسها واسمها العصارة المعوية ودي بتحتوي على مجموعة إنزيمات الببتدايز اللي بتكسر كل سلاسل عديد الببتايد ويتحولها إلى أحماض أمينية علشان يتم امتصاصها في الخملات والتحتوي كمان على مجموعة إنزيمات محللة للسكريات السنائية إلى سكريات أحدية علشان برضو يتم امتصاصها في الخملات فعندنا أول إنزيم منهم هو إنزيم المالتيز وده بيحول سكر المالتوز اللي هو سكر الشعير إلى اثنين سكر جلوكوز وتالي إنزيم هو إنزيم السكريز وده بيحول سكر السكروز اللي هو سكر الأصب إلى جلوكوز وفاركتوز وتالت إنزيم هو إنزيم اللاكتاز وده بيحلل اللاكتوز اللي هو سكر اللبن إلى جلوكوز وجالكتوز بعد ما تنتهي مراحل هضم الطعام بالكامل في الفم والمرني والمعدة والإثنى عشر بتبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الامتصاص امتصاص المواد الغذائية المأضومة وده بيحصل عن طريق لمعات دقيقة بالتحديد جزء فيها اسمه اللفائفي اللفائفي بتحتوي على مجموعة من الإنسناءات اسمها الخملات ودورها إنها بتزود من مساحة السطح المعرض لامتصاص المواد المأضومة الخملات بتحتوي على شبكة من الشعيرات الدموية بالإضافة إلى وعاء المفاوي والمعود المأضومة بتنقسم لفريقين فريق بيمشي في طريق الدم وده بيشمل كل من السكريات الأحادية والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية والمية والفيتامينات الدايبة في المية وفريق تاني بيمر في الوعاء المفاوي وده بيشمل كل من الأحماض الدموية والجليسرين وفيتامينات K و E و D و A يعني الفيتامينات اللي بتكون كلمة كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر